السلام عليكم , مرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتما تشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولا اعجبكم لا تنسوا الشرقوا في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله تتوصلوا بالجديد بسم الله على بركة الله نبدأ الكيك ديالنا هو اللولاني هنا عندي واحد الكاس ديال 100 مليليليتر سنضيف عليه كاس 150 مليليليتر ديال الماء الماء اللي تكون دافي تكون شوية دافي باش كي وكن نضيف هنا يلقى هوا السريعة الدوابان كندير مع القاة ونص كنحركها مزيان علش كنديرو المدافي باش كتدوب لنالك قهوة وما كتبقاش هكام تبرا كنحطها على الجن وغادي نجيب المول فاش غادي نخدم كندير البيض اللولة بسم الله ونضيف البيض الثانية وكندير البيض الثالثة كندير واحد قبسات الملح لتحسين الضوق وكندير كيس ديال سكار فاني من حجب 7 قرام فاصلة خمسة كندير كيس إلا روبع ديال سكار سانيدة ما يعادي لمية كرام صافيو كنخلط مزيان كنخلط هكا البيض حتى كيميل البيوضة وكيدوب لنا بحال هكا السكار كنستمر عليه بحال هكا واحد ثلاثة دقيق ولا ربع دقيق بحال هكا حتى كيميل نضرب كهربائي كنديرو الدراب كهربائي كيسر بينا كندير كاس إلا روبع ديال زيت ما يعادي لمية ميلي لاتر انا هنا كنعطيكم بكاس للعنبة لقيس ديال كاس ديال العنبة وكنخلط مزيان هنا كنبدا نضيف القهوة سريعة الدوابن بحال هكا بشوية بشوية ما كنضيفش كل شي في مرة باش ما ينزلش لنا البيض هنا هنا القهوة بردات كنخليها شوية حتى كتبرد كترجع لحسب درجات الحرارة المطبخ وهنا غادي نجيب كاكا والمر كندل مع القهوة الأولى وكندل مع القهوة الثانية صافي وكن نخله ضروري ما كندخله لان كيكونوا فيه دوك كيكون هكا نطوب كنضيف هنا يا دقيق انا عندي ميتين وخمسين قرام ديال دقيق ودي نقول لكم شحله الزيت معايا ما كنديروش الكمية كاملة وكندير جوج كيس ديال الخميرة الحلوة من حجم ستاشر قرام تمانية قرام في الكيس حتى هي كننخلها من فوق ديال الدقيق ودقيق عندي هنا رمنخول كننخلوج مرات ولا ثلاثة حتى كيتحل الدقيق باش كتجي لكيكا ديالنا خفيفة صافي وكننخلط مزيان كنعطيب حلقة تخلط حتى كيتخلط ديال الدقيق انتو ما شفتو معايا وكندير واحد المالقة صغيرة ديال الخل باش كيطلع لنا كيكا بحال هكا صافي ونجمع الجوانيب ضروري ما نجمعه بحال هكا الجوانيب وكنعودون نديروا سباطولة من التحت كنقلبوا باش بك يبقى شلين هكا الدقيق غدي نجيبوا حد اله انتو ما شفتو معايا رخ شاطلية هنا ياشي خمسين جرام وغدي نجيب هكا المول اللي كيدخل او صينية انا عندي هاد المقلة هكا اللي ما عنداش ليدين تهيك ندخل فران من حجم ثمانية وعشرين سانتيم يعني القطر ديال هراها كبير ولبغينا بحالها كنزيد تكون رقيقة كنديروا ثنين وثلاثين سانتيم يعني باش كتجي شوية رقيقة هادي غادي جي طالعة كنديرها بحالقة شوية السبدة وكنضيف علها الدقيق وكنضيف الكيك ديالنا والفران راه بارد بعد ما كندخلوها الفران كنشعلو عليها الفران كنشعلوها كامل تحت وكنخليوها خمسة واربعين دقيقة على مية وتمانين درجة من بعد عادي باش كنشعلو عليها واحد شوش دقيق ولا ثلاث دقيق تكت تحمر صافي الكيك ديالنا راه وجد وكنتقبوه بحال هاكا كنديرو حال كيردو كنتقبوه مزيان كيك رهجة طالعة ما شاء الله ردي تشوفوها معايا بعد ما قدي نقطعها كنضيف علها الحليب انا عندي هنا الحليب بارد إلا كنت هي بقصغونا كنديرو هنا الحليب بارد باش مكتتعجنش لنا الكيك ديالنا وكنحطوه على جنب كنخلي واحدة كتشرب صافيو غادي نجيبوه حد الكاسرونة واللمقلة كنضيفها 200 ميليليتر ديال الماء باش غادي نصوب هاد السوس اللي كي يجي رائع وكندير له حد جوج معالق ديال سكر سانيدة وكندير هنا يا جوج معالق ديال النشا او الماء زينة وكنخلط مزيان حتى يدوبه مزيان كنجيب هنا يجوج معالق ديال كاكاو مر وكنخلط وكنخلطه بحلقة حتى يدوب لنا السكر الكاكاو راكي يبقى طالع الفقوة لكن بعد ما كيبدا يطيب راكي يبدا ينزل صافيو غادي نحطوه على العافية مهيلة صافيو كنمهل صافيو غادي ونحن نحركه بحلقة ما كنفوتوه باش ما يلصقش لنا هكا في كاسرونة وكندقى نحرك وهو كي يسخن كنستمروا عليه انتو ما شفتو معالق ديال كاكاو راه بده كينزل بعد ما كيسخن كينزل كاكاو كيتشرب يعني ما بحل هكا يهدب احنا بداتك تختار وبداتك تتقال كنزيدو ويدينا عليه باش ما وكنزيد هنايا واحد ثمانين قرام ديال الشوكولات كنزيد معالقة ديال الزبدة انا الشوكولات عندين وعياجي كنزيدة صافي وكندير هاد معالقة ديال الزبدة وكننحرك حتى يدوب هاد شوكولات وكندوب الزبدة بعد ما تدوب الزبدة لا غدي بحال هكا كي تطلق ما كيبقاش كالقاصح ولا عاقد صافي هاد الصوصة لها بجد وكنقى نحرك بحال هكا حتى كيبدا شوية كيبرد من بعد غدي نحطها هكا فوحد زلافة ثم شوفتوا معا كيف يجي القاوم دياله انا هنا يا اخويتوا في زلافة باش شوفوا القاوم دياله ثم شوفتوا القاوم دياله كيجي من اروع ما يكون وكيجي الديد بحال هكا الحلويات وكيتقام علينا رخيص الكيك ديالنا خرجناه من الفران بعد ما طاب وبعد ما بحال هكا سقيناه بالحليب وبرد هنا راه برد وكننضيفوا عليه هاد الصوص اللي كيجي لديد البنات ما نقولش ليكم كنضيف الكمية اللي كتقدنا واللي شط كنضيفوا حق القرعة بحال هكا كنصدوا عليه كنقدر نصيبوا به بحال هكا حلوة اخرى كنزيد من قوي فيه بحال هكا كيجي لديد البنات ما نقولش ليكم ممكن جراء العلوة أو هاد الكيكا صافيو كنده بحال هكا نضغطها ونخبطها باش كتقد فوق طويلة العمل صافيو كنقطعها بحال هكا كنقطع المرصوت اللي اللي بغينا واش كبار ولا صغار وغادي نزينه هكا بالكوك وغادي نزينه هكا بالكوك نزينه باش مبيته صافيو كنقطع صافيو كنقطع وغادي نخلكم مع الصور ونقولكم بصحة وراحة والسلام عليكم صافيو كنقطع صافيو كنقطع صافيو كنقطع صافيو كنقطع صافيو كنقطع